خلال الشهور الثلاثة الماضية 2.3 مليون شخص أصبحوا عاطلين عن العمل على المدى البعيد مما عاطلين لـ 28 شهر أسبوع أو أكثر وهذا أكبر زيادة هذا تقرير سيء للوظائف وأذكركم هذا هو الوضع الذي كان سائد حتى منتصف شهر نوفمبر قبل الارتفاع الكبير في حالات الإصابة بفيروس كورونا ونحن نذهب باتجاه فصل شتاء قاسي فعلى سبيل المثال منذ شهر أكتوبر هناك 21 ألف معلم تحتاج إليهم المدارس وقبل يومين تحدثت مع مسؤولي المدارس وكذلك مع أصحاب مطاعم هؤلاء أشخاص طيبون كورما وشرفاء هم عمال أمريكيون في ربوع أمريكا وذكروني بوالدي الذي خسر وظيفته في سكرانتون وانتقل إلى دالاروير وقال لي جو أنا لا أنتظر من الحكومة عن تحل مشكلات وإنما على الأقل أن تتفاهم هذه المشكلات أيها السادة نحن ليس لدينا أشخاص يطلبون المساعدة ولكن الدهم ليس ثمة ما قاموا به أدى إلى خفض ساعات عملهم أو خسروا وظيفهم لكن هم يحتاجون مننا أن نتفهم وضعهم هذه أزمة ونحتاج لنتوحد كأمة ونتصرف ونتصرف الآن إذا فشل الكونغرس والرئيس ترامب إذا خسروا بنهاية ديسمبر 2012 مليون أمريكي سيخسرون وظيفهم ولن يستطيعوا توفير الغذاء لأسرهم وكذلك دفع فواتيرهم وسوف يتوقف دفع الإجازات الطارئة وسوف تخسر الولايات الأدوات التي تسمح لها بدفع نفقات فحوصات كوفيد وغيرها فماذا سيحدث غدا؟ سيكون من الصعب للولايات أن تحافظ على المدارس مفتوحة وعلى الشركات تعمل هذه الولايات واجه نقصا كبير في مازنيتها دون أن تكون لكلها أي سبب في ذلك وتم تسريح أكثر من مليون موظف ومدرسين وعملين في الدفاع المتني سوف يخسرون وظائفهم الآن وكل ذلك سوف يتفاقم إذا لم نتحكم في الفيروس الآن إن انتشار الفيروس يسمح للناس بأن يبقوا في بيوتهم عندما يكونوا مرضى والولايات تحتاج للدعم لإنهاء الأزمة الاقتصادية أيضا وإعادة الأمريكيين إلى العمل مجددا أنا لست وحيد في القول هذا وضع طاري وإذا لم نتصرف الآن فإن المستقبل سيكون قاتما جد أمريكيون بحاجة إلى المساعدة ويحتاجونها الآن ويحتاجون المزيد المقبل من هذه المساعدة ولكن أجد ما يشجعون على التوافق الحزبين فيما يتعلقوا بحزمة المساعدات بـ 900 مليار دولار بينما يبحث الكونغرس فصيل حزمة المساعدة على أن يركز على الموارد من أجل الاستجابة العامة لكوفيد-19 نحتاج لتمويل للقاحات الآن يجب أن نخسر أو نضيع الوقت في الانتظار نحتاج لتمويل جدي للفحوصات الآن نحتاج لزيادة الفحوصات ونسمح لمدارسنا وشركاتنا بالعمل بأمان بعد تبني هذه الحزمة ونتجاوز أزمة كوفيد-19 ستطرح أسئلة أو هناك استطرح فيما إذا كانت الديمقراطيين والجمهوريين يمكنوا أن يعملوا معا أنا متأكد أنهم يستطيعون ذلك والآن أظهر أنهم يستطيعون ذلك الكونغرس ورئيس ترامب عليهم أن يجزوا هذه الصفقة لمصلحة الشعب الأمريكي وهي حزمة يتم تبنيها لن تكون كافية هي حاسمة لكن ما هي إلا البداية يحتاج الكونغرس لتحرك مرة أخرى في شهر يناير في وقت سابق اليوم تشاورت مع عدد من المستشارين الاقتصاديين الذين تم العنان عنهم ونائبة الرئيس هاريسون وأنا التقيت بهذا الفريق الأسبوع الماضي وبينما نريث الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية نعمل الآن على الخطة التي سوف نطرحها أمام الكونغرس لتحكم في الجائحة وإحياء الاقتصاد والبناء بطريقة أحسن من السابق نأمل أن نرى هذه الروح تسود التعاون بين الحزبين كما حدث اليوم خطتنا ترتكز على مدخلات من عدد كبير من الأشخاص نائبة الرئيس المنتخبة وأن منذ فوسي هذه الانتخابات انتقينا بقادة النقابات وكذلك رؤس الشركات وزعماء سياسين في الحزبين وكذلك معلمين وغيرهم هناك توافق بشأن كوفيد-19 نحن نتفق على أنه يجب توفير الموارد حتى تظل الشركات والمدارس مفتوحة هذا يمكن إنجازه هذه صفقة إن الفوز على كوفيد لن يتحقق بحلول يناير وعلى الكونغرس أن يموّل المزيد من الفحوصات وكذلك أن يوزع بطريقة منصفة اللقاء نحتاج لدعم اقتصادي إضافي في عام 2021 حتى تنتهي هذه الأزمة وهذه الجائحة نحتاج لأن نبني طريقة أحسن وقلت من قبل هناك تحليل من مودي تتوقع بأنه أن سيكون هناك 18.6 مليون وظيفة جديدة سوف يتم خلقها نريد العمل في أمريكا وليس الثراب سوف نستثمر في البنية التحتية وطاقة نظيفة وتصنيع وغيرها وسوف ننشئ المالي ترجمة نانسي قنقر